بسم الله الرحمن الرحيم بل إنه لما صام يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قال هو يوم ولد فيه فلو أنه صلى الله عليه وسلم صام الاثنين الذي من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه من العام من كل حول لقلنا إن هذا نواه وأصل لمن يرى ذلك والأصل في ذلك حقيقة أن الفرحة برسول الهدى صلى الله عليه وسلم ليس يوما ولا أسبوعا ولا شهرا فكل لحظات حياتنا يجب أن تكون فرحا به والتزاما واتباعا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لكن صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين من كل أسبوع وفي غالب أحواله ولا يستديم ذلك قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا لكن على العموم ومن حيث العموم كذلك يعني من لا يرى هذا وينكره فلننظر في من قام بالاحتفال لأن الناس يختلفون وهم يحمدون حمدا عظيما على هذه العاطفة نحوه صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة والعاطفة نحوه من أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل عبده وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمثلون هذه المحبة والعاطفة نحوه صلى الله عليه وسلم فقد جاء بلال رضي الله عنه من الشام أو حتى في الشام وأذن وقال في أذنه أشهد أن محمدا رسول الله حتى بكى كل من قد سمع بلالا وهو يؤذن زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن بلالا قبلها قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن مقام العاطفة هنا البشرية ليس هو مقام المحبة لله عز وجل فمحبتنا لله عز وجل هي محبة لخالق ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي محبتنا لمخلوق وهذه المسألة لابد لنا من التفرقة بينها على العموم تبقى الأمة فيها من الجراح وفيها من الفرقة ما لا ينبغي أن تشتغل بأمور يمكن إدراكها ومعالجتها بعد حين وبعد أن تستقيم الأمور التي هي السبب في اختلاف الأمة فنسأل الله تعالى أن يجمع الكلمة وأن يشرح الصدور ويؤلف القلوب ويعيننا وجميع المسلمين على الحق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين